السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله بالعزاء فيديو بسيط وسهل جدا عن حل بعض المسائل على القوة وقوة الاحتكاك وازاي نجيب معامل الاحتكاك تعالوا نشوف مع بعض هذا السؤال البسيط نبدأ بمثال 4 ونكمل عليه حل تقويم درس واحد واحد الخاص بالقوة والاتزان مثال 4 ما معامل الاحتكاك الحركة بين قالب من الذهب كتلاته 12.14 كيلو جرام وسط طاولة افقي اذا كانت اقل قوة مطلوبة لتمكن القالب ده من الانزلاق او الحركة بسرعة ثابتة على الطاولة بنقدرها 24 مليون عشان نحل السؤال ده جماعة بنعمل كده زي منضادة كده او طاولة وارسم عليها بوكس كده البوكس ده او الكتلة دي 12.4 وزنها فعصدي كتلتها 12.4 فوزنها 12.4 جي عجلة الجاذبية وطبعا نورمال ري اكشن بتاعي او الاف نورمال قوة العمودية هي مساوية لهذا الوزن طيب اذا كانت اقل قوة هنا الاف هنا مطلوبة لتمكن القوة دي يا جماعة الفورس دي يقول لي اقل قوة عشان نحرك بها الكتلة دي 24 نيوتر 24 نيوتر فينا هنقول الجسم على وشك الحركة فيوجد اتزان اهو الجسم على وشك الحركة على وشك على وشك الحركة يوجد اتزان يوجد اتزان وبدال يوجد اتزان اذا القوة اللي على اليمين يساو القوة اللي على اليسار طبعاً كل احتكاك يا جماعة أبارعاً من ميو معامل احتكاك ضرب القوى العمودية الـ Fn فالـ F يساوي ميو F normal الـ F هنا الـ Resultant Force اللي هي الـ 24 نيوتن هي معامل الاحتكاك اللي أنا مش عارفه ضرب الـ F normal طبعاً هي 12.4 G وبالتالي ميو معامل احتكاك هو 24 على 12.4 ضرب الـ G طبعاً عجلة الجاذبية كلين حافظينها سواء ذكرت لك في المثال او لم تذكر فانت حافظ ان معامل الجاذبية الارضية 9.8 نيوتن لكل كيلو جرام حنيزة 24 على 12.4 من 10 هيطلع تقريباً ده من معامل احتكاك بيكون كاسف تقريباً 0.2 ده معامل احتكاك بين الكتلة من الذهب دي وسطح المندضة اللي محتوط عليها السؤال الثاني قام طالب وضع صندوق كتلاته 15 كيلو جرام على ارض مستوية ما محصلة القوة المؤثرة على الصندوق محصلة القوة المؤثرة على الصندوق صفو دي الايجابة انا عندي وزن الصندوق اللي تحت 15 جي في normal reaction فوق F normal هي نفسها بما أن الصندوق في وضع اتزان الصندوق ثابت لا يتحرك أو في وضع اتزان لا يتحرك بين قصين في وضع اتزان اذا مجموع القوة في اتجاه واحد يساوصف يعني Fn ناقص ال 15 جي يساوصف يعني Fn بكل بساطة تساوي 15 جي يعني 15 ضرب 9.8 شكراً هذا هو ده متجه القوة ما مختار القوة العمودية هي دي Fn normal ڤي هادي بتدرب بقى 15 شكراً بالحسب 15 ضرب 9.8 يساوي 100 اه 一isty seven newton هو ده حالة تانية نفس المسألة انا هبغط على الكتلة دي خمساشر كيلو دي بقوة كمان تلاتين محصلة القوة المؤثرة على الصندوق طبعا صفر بان الجسم لا يتحرك جات منين جات من الوزن اللي هو الخمساشر جي مع الكتلة دي وفي نورمال ري اكشن لفوق الاف نورمال او القوة العمودية بنسميها القوة اللي هي اللي هو رد الفعل من الارض على الجسم دي طبعا طول ما اي جسم يا جماعة مستقرة على الارض خلاص فالارض بترد علينا بنفس القوة اللي احنا مأثرين بها عليها انا مأثر بالارض بقوةين على الارض بثلاثين نيوتن وخمساشر جيل اللي هو الوزن فالارض بتأثر علي بنفس القوة لان الجسم في حاله استبات او في حالة اتزان لذلك مجموعة القوة اللي فوق سوى مجموعة القوة اللي تحت اه اف ان يساوي خمستاشر جي زائد تلاتين نيوتن ونجيب هنا مقدار القوة العمودية الاف ان خلاص حتى نورمال هنا العمودية الان اخسار نورمال لما بتجيب معادلة هتاخدوا بعد كده ان شاء الله السنة جاية ازاي نجيب معادلة المماس ومعادلة العمودية في الدوال فالمماس هو التانجنت اما العمود ينسميه يعني اه خط عمودي على الايه على خط اخر انا بتكلم عنه مهم يا جماعة انت الخير هنحسب دي خمستاشر في ناين بوينت ايت شوف السهولة شوف الجمال وتحسب دي بالقال حسبة وتكتبها خلاص شوف السهولة شوف البساطة اه الجزء التالت من السؤال يقوم الطالب الان بسعب الصندوق الى اعلى بالتأثير فيه بقوة مقدارها تلاتين نيوتن دون ان يتمكن من يعني يعني يتمكن من رفع الجزء ده معناه ان الجسم مستقر الجسم مستقر ومستقر ثابت معناها متزم اوكي ما محصلة القوة المؤثرة على الصندوق محصلة القوة هنا صف ما مقدار القوة المؤثرة العمودية مقدار القوة طبعا فيه ثمانين لفوق وفيه خمستاشر جيل تحت وفيه من الارض على الجسم عبارة عن ف نورمل فانا عندي دلوقتي المجموع القوة في الاتجاه الاعلى يشون مجموع القوة في الاتجاه المضاد الاف ان دلوقتي زائده تمانين نيوتن يساوي خمستاشر جيل وبالتالي الاف نورمل او القوة العمودية عبارة عن خمستاشر جيل ناقص اه تمانين وهنحلها بالاقل الحسبة خمستاشر ضرب ناين بوينت ايت مينس ايتي يساوي اه 67 فهنا دي 67 نيوتن نقدار القوة اه نورمل ري اكشن من الجسم على من الارض على على الجسم السؤال الرابع تدفع امرأة قفصا خشبيا كتلاته اربعين كيلو نرسم كده اهو طريقة الحل اه يا جماعة ده دي الارض مثلا اهي خلاص وهنا عندي قفص خشبي كده وزنه اربعين كيلو جرام كتلته عفوا ووزنه اربعين جي طبعا بتاحت. اه فتؤثر عليه بقوة افقية مية وعشرين نيوتن هنقصر عليه كده بقوة افقية مية وعشرين نيوتن دون ان يتحرك خلاص. طيب تو ما تؤثر قوة اه مية وستين مية وستين نيوتن دون ان يتحرك. يعني جيت جتشده كده الشكل ما تحرك. جيتشده بمية وستين نيوتن برضه تفضل ثابت. دون ان تحرك الخفص ادي. وأخيرا تؤثر عليه بقوة مقدرها ميتين نيوتن. المرة دي بقى هنؤثر عليه بقى بقوة 200 نيوتن. 200 نيوتن الجسم بدأ يتحرك. اهو. فبدأ في الانزلاق. قلمة بدأ في الانزلاق. في لاحظة البدء يا جماعة يوجد اتزان. يوجد ايه اتزان? واتزان بكل بساطة معناها مجموعة القوة في اتجاه واحد يسويس. اذا الفريكشنال فورس طبعا فيه رد فعلي الاعلى هو نفسه 40 جي. اخد بالك اللي هو نورمال فورس. اف نورمال يساوي 40 جي. احنا قلنا قوة الاحتكاك النهائي هي ميو. معامل احتك مضروب في قوة رد الفعل اللي هي 40 جي دي يا جماعة. كله بساطة. ميو اه اف اي. اوكي? الحالة دي تحصل امتا? لم اه اه اثرنا على جسم 200 نيوتن. فما اقصى قيمة لقول احتكاك تكوني بوحدة نيوتن. اقصى قيمة هي يا جماعة. ان انا اقول ميو اه اه ضرب اربعين جي هي نفسها الميتين نيوتن. او العكس ميتين نيوتن نيوتن. ازا من هنا الميو المعامل عبارة عن متين تقسيم اربعين جي. اللي هبقى بالحسبة. اهو. متين. اه على اربعين في ناين بوينت ايت طلعت حوالي ده معامل الاحتكاك. اه ما مقدار معامل الاحتكاك السكوني? معامل الاحتكاك السكوني هو ده يا جماعة. اه اه اه. هو ده معامل الاحتكاك السكوني. اه ما اقصى قيمة لقوة الاحتكاك السكوني بعد ده نوتن. قوة الاحتكاك السكوني يا جماعة هي نفسها دي. انا قلت ده بيساو ده. شايفين القوتين دول يا جماعة? لازم يتساوي. امتى يتساوي لما يقولي الجسم على وشك كل حركة فاكز معايا لما يقولي الجسم يتحرك بسرعة منتظمة يعني العاجلة بتسوي صفر وبرده تسوي الاتنين طول دقل هنا قوة الاحتكاك اقصى ما يمكن قوة الاحتكاك السكوني قوة الاحتكاك السكوني هي نفسها المتين ميوتين بدليل انا عم سويت القوة الاحتكاك السكوني الميوت ضرب فورتي جي بالمتين عشان احلها واجيب معامل الاحتكاك ميوتين وطلع حوالي طبعا معامل الاحتكاك يختلف من سطح لسطح او من مادة اللي اوفه السؤال الاخير ده عندنا تنزلق طابوقة قوبة يعني اهو طب احنا هنا في قطر بيقول طابوق وهنا مطس بنوع عليه طوب مش مهم الطوب اللي هو البلوكس اللي بنبني بالبيوت تنزلق طابوقة قتلتها واحد ونصف كيلو يعني الوزن بتاعها سرعة افقية ثابتة اه سرعة افقية ثابتة يا جماعة معناها العاجلة بتسوي صف طبعا عاجلة من الشيطان لكن هنا العاجلة اسمها الاكسلريشن اف ايك وال ام ايه لما العاجلة تسوي صف يا جماعة ده القانون التاني اللي نبتل معلش انا بعرج عليه هنا واشوفه الاف هنا سوي صف الله معقولا حاجة بتتحرك والاف بتسوي صف نعم احنا لما تتحرك بسرعة ثابتة بنعتبر ان القوة اللي بتشد الحاجة دي هي مساوية لرد الفعل المعيز لان العاجلة بتسوي صف او طب الاف هنا القوة بتسميها المحصلة المهم كم يكون مقدار قوة الاحتكاك الحركي اذا كان ميو كي تسوي اه ميو كي اه جدا سحق ادي القوة اللي بتحركها الحاجة وهنا ميو ار اللي نحن تانيها طبعا هنا دايما بعملها ار لان في ميكانيكس وان بنعملها لكن هنا اسمها اف ف ان مش مشكلة اله اه هنا قوة الاحتكاك ميو اف ان يا جماعة اللي هيا الميو ار اللي نقوله شوية عودة فالاف هنا هي ميو اه زيرو بوينت ثري فايف اللي هي دي ضرب نورمال ري اكشن اللي هو دي القوة يا جماعة هنتضربها زيرو بوينت ثري فايف تايمز وان بوينت فايف جي طلعت حوالي فائف بوينت وان فور فايف ايوه دي القوة التي هي بيسألك عندي هي نفسها دي هي نفسها الفورس اللي انا بشدي بها. وده الحال بكل بساطة. اذا يا جماعة احنا هنساوي القوة اللي بنشدي بها اي حاجة مع قوة الاحتكاك او اي قوة الناحية دي او اي حاجة في حالتين لو قال لي الجسم على وشك الحركة الجسم على وشك الحركة وشك الحركة واحد. لو قال لي يوجد اتزان لجسم ثابت يوجد اتزان يعني القوة دي لم تؤثر او يعني يوجد اتزان هتعملها كده برضه والحالة التالتة اذا تحرك الجسم بسرعة ثابتة كل دواء جماعة لما تلاقي اي حالة من دول على طول تاخد القوة اليمين سوا القوة الشمال واللي فوق بتساوي لتحت لان في اتزان حتى لو الجسم يتحرك بسرعة ثابتة معناها زي ما انا قلت العجلة بتساوي صفل اكسليريشن صفل وبالتالي الريزالتانت فورس شكرا اتمنى تكونوا سفدتم من الفيديو يعطيكم الف عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته